بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتار من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أعوني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من نعم إن كنتم صادقين ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أحداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون كفروا قل إن افتريتهم فلا تنكون لي من الله شيئا لأنه وأن له بما تفضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من أنسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الوالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا له كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهدوا به فسيقولون ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب صدق لسانا عربيا لأنذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون أولئك أصحاب الجنة بخالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حمدته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبلوا عنهم أحسن ما عمروا ولتجاوز عن سيئاتهم ولتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعباني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله وعلك آمن إن رعد الله حق آمن إن وعد الله حق قم فيقول ما هذائل ما أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلون ويوم يُعرضوا الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْمَارِ أَذْهَبْتُمْ طَيْمَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاستَمْتَقْمُوا وَاستَمْتَقْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجِدَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِظَيْرِينَ فَالْيَوْمَ تُجْدَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِظَيْرِ حَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَسْتُمْ تَسْتُونَ وَاذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْكِنَا بِمَا تَعِذُنَا قَالَ إِنَّ مَنْ عَلْيْهُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّئُكُمْ مَا قَالَ إِنَّ مَا أُوْسِلْتُ بِهِ وَأُبَلِّئُكُمْ مَا أُوْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَعَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ بَلَمَّا عَلَوْهُ عَارِضٌ مُستَقُبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدنجر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا نرى إلا مساكلهم كذلك نجد القوم المهلمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئذة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئذتهم من شيء ولا أفئذتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله إن كانوا يجحدون بآيات الله